موسيقى الأساتف العاتف الوصف اضحة بموضوع من نانوكو انظروا إجابة للكلام اضحة بموضوع من نانوكو على اشترك المشكل موسيقى هو المشكلة النانوكو نانوكو على مستخدم الخربيش والتكسير والحاجات دي ما هو المصنوع من ايه؟ اللي هو نخدها بعد كده اللي هو القلايد طبعا هي ادي الاجابة برضو ده حاجة بتترصب في الليكويد لا ايه انها بتكلم على حاجة كده زي السمفل تمام؟ دي فكرة السؤال تمام؟ طيب طيب هو هنا احنا قلنا لازم ان نبقى حافظين من الوان ومن تو ومن السري فلما يجي يقول لك تو دايمينشنا لسه ايه لك فكرة الوان او تو او سري او تعتمد عليها؟ كونージ terrace فقط سري دايمينشنا اللي هو عنоме ماء الواحد$ى 1 لوان blend مثل ما هو طالب انا عايز ايه 2 scale يكونوا موجودين في النانوه ماء اللي هو منون ل tho طيب لما نجي نبص في تيبل اتلاقي السري دايميشنا الليние متر النش dei تايبل كله ممار بالميتر. فكرة السؤال ان انت هتمسك التابل ده كله كله هتحوله النانوميتر. يا مثلا ده ممكن يجيب الامتاعان اه عادي. بس ممكن من الشرط يجيب لك التابل كله. يعني ممكن يجيب لك السؤال ده مسلا ويجيب لك عاي كذا سؤال يعني على سين هو يبقى كذا حاجة. تمام? ففكرة السؤال انت قلت لي فطالما انا عايز احول بقى التابل ده كله النانوميتر. عايز احاوله كله. طيب بنحاول ازاي من ميتر لي نانو ميتر بنعمل مالتبلاي تن باور ناين على طور. يعني كل رقم من الارقام دي هتمسكها تعمل لها مالتبلاي تن باور ناين. تمام كده? وبعد كده هتشوف بقى هو عايز التو ديمينشن. هوقف معاك الفيديو ثانية. هحل لك هعمل التابل ده كله وبعد كده ارجع لك تاني. تمام? خلاص كده ارجعت لكم وعملت التابل كله عشان نشوف الانسر بقى ايه الانسر. هو عايز مني التو ديمينشن. انا هدور على حاجة يكون عندها رقمين اقل من 100 نانوميتر. هتجت بص كده تلاقي لجابة نمبر بي. عندها اول واحدة لينس 2.1 وينس 17. طيب واحد بقى زكي يقول لي يا ميستر طب ما الاقولة دي فيه عندها رقمين اقل. لا يا حبيب بص ركز عندها واحد بس. انما الاتنين دول اقل من 1. احنا قلنا من 1 ل 100. من 1 ل 100. يعني اقل من 1 ما تنفعش. اكتر من 100 ما تنفعش. من 1 ل 100. فدي 2.1 يبقى الانسر معنا نمبر بي. اربط كنوا فهمتوا الفكرة. خلاص? اللي بعدها. الفكرة هي هي هي. جايب لك دي مين? دي كم دايمينشن سري. بقى انت عايز ايه? عايز رقم او عايز سري دايمينشن. يبقى اقل من 100 واكبر من 1. من 1 ل 100. لما تيجي تبص كده هتبص تلاقي مفيش غير نمبر C هنا بقى مريحك وعمل لك اكتبه لكله نانو. يبقى الانسر نمبر كام? C. من 86 94 91. عندما تيجي تبص على اول واحدة. طاني واحدة. وان. التالتة دي اساسا مش مش عندهش عايز نانو. بس عندهش يونيك بروبرتز. مش هتظهر فيها ويقصد بيها ان اللي هتظهر فيها الونيك بروبرتز. اللي هي النانو سكيل من 1 ل 100 نانو مي. طيب. عايز اشوف السؤال دا. افزع نانو دايمينشن او باكي بول. مندي لك الباكي بول احنا لسه قللين باكي بول سي دايمينش. مندي لك الابعاد بتاعتها. اولا طالما هو بيتكلم على نانو تكنولوجي ونانو سبستانز يبقى لازم ان الارقام اللي موجودة عندك تبقى بالنانو. ما عرفهاش جدال. يبقى اول حاجة عمسك الارقام دي. ايتي سيكس مالتبلايتن. احنا لسه قللين من ميتر لنانو ميتر بنعمل مالتبلايتن باور ناين على طول. فاول وعدة دي مش محتاجة اساسا بص كده. ايتي سيكس مالتبلايتن باور ناين. دي هتتشال. يبقى كده معاك ايتي سيكس. ودي كده هتبقى ما تجي تعمل لها مالتبلايتن باور ناين. هتطلع بكام? هتطلع تقريبا بناينتي. تبقى ناينتي. ودي هتطلع بناينتي وان. يبقى الارقام بتاعتك ايه? ايتي سيكس وناينتي وناينتوان. دي الارقام اللي انا هشتغل عليها. واحد ذاك يقول لي يا مستر تبص بص كده بركست في التابل. ايتي سيكس وناينتي وناينتوان. لا ما تستعجلش. اقرى السؤال للاخر. which of the following represents the possible dimension of the particles of medicine transferred by this part. هو مرخص سؤال ايه? بيقول لك اتامعك باكي بول. دي الارقام بتاعتها. ايه الدواء اللي انا هحطه جواها. ايه الدواء ده? الحاجة اللي انا هحطها جواه. هو بالعقل كده. الحاجة اللي انا هحطها جواه. هو بالعقل كده. الحاجة اللي انا هحطها جواه هو الباكي بول. لازم تبقى اصغر ولا اكبر بالعقل. لازم تبقى اصغر. يعني ما تنفعش نفس الديمينشن. فده معنا ان هي الاجابة بتاعتك. وليس هتنفع دي برضو. مش هتنفع نفس الديمينشن لان برضو الديمينشن دي كبيرة. يبقى الديمينشن دي ما تنفعش. يبقى الاجابة بتاعتك يا سي يا دي. لما تيجي تحول تبصد لاقي الوحيدة الديمينشن بتاعتها اصغر من الايه? هتلاقي الاجابة عندك number c. هتبقى فكرة سؤال هتحول برضو. دول بيبص ديميتر. ودي ميتر هتحول لهم لنانوميتر. تمام? هتبص لها الاجابة معاك. ثانية واحدة كده. اقول لك الارقام. تمام? دي هتطلع ب 25. ودي هتطلع ب 18. وطبعا دي 27. بص كده الارقام. 25 ودي 86 تنفع. 27 ودي 90 تنفع. ودي 18 ودي 91 تنفع. انما بص دي 98 دي متش تنفع اساسا. يعني انا حتى من غير ما حاولهم الاجابة هتعرفها. لان بص كده هي 91. اللهايت بتاعتها 91 ودي 98. تنفع? اكيد لا. خلاص يبقى لي اجابة تنفع اشغل نمبر C. دي كده فكرة السؤال نمبر 15. نخش على اللي بعده. what the number of carbon atom which are linked of each carbon? of each carbon atom in each of the bucket ball. الباكي بول احنا عقلنا ان يال C60. الباكي بول عبارة عن اي? عبارة عن كل كاربون مربوطة بتلاتة كربون تاني. يعني hire maximal كده. كل كاربون معموله بتلاتة. فالشكل ده لما تقفل كل كربون مربوطة بتلاتة كربون لما تقفل عملك شكل كورة القدم. عشان جاسمهة باكي بول. فده معناة ان في الكاربون باكي بول او في الكاربونoganloop. طالما بيتكلم على الكاربون هي كل كاربون مربوطة بتلاتة من الكاربون التانية. يبقى الاجابة دي تمام? فين الاجابة يبقى للاجابة نمبر اي? اصري كده يبقى الاجابة نمبر اي?oy roz? ان في الباكي بول كل كربون اتو مربوطة بتلاتة وكل كربون اتو مربوطة بتلاتة بس في حاجة بقى بس سؤالي البعديه لو جينا اجبنا اجبلك كده بسرعة الرسمتين بتوع الباكي بول وهجيبلك الرسمة بتاعت الكربون نانيت وانت هتعرف الايجابات انا عليش كده نرجع للشرح عشان بس تعرفها بنفسك هتبصد لقي الباكي بول فيها اكسجونال شاب وفيه بنتجونال شاب يعني فيها شكل سداسي بس كده اقرب كده طيب ده كده الباكي بول تعال نشوف بقى عد معايا كده واحدة واحدة لان احنا قلنا ان الباكي بول فيها اكسجونال شاب وفيها بنتجونال شاب تعال شوف كده الاكسجونال شاب فيها عندك 1 2 3 4 5 6 ادي ست اشكال تعال نغير اللون وعد معايا اعمل لك مثلا لون نعمل اللون ده هنلاقسه عشان تباني خد اللي جنبها على طول 1 2 3 4 5 يبقى ده معايا ان انت عندك الباكي بول ممكن يبقى اكسجونال وممكن يبقى في اكسجونال وده انا كنت كاتبولك في الشرح يعني انه ركزت كده قدلينه كنت كاتبول اهي اكسجونال وي في اكسجونال تعال بقى نجيب التانية ده اهيه هنكبر كده اخد بقى اي واحدة هتليم كلهم هكسجونال بس بس كده 1 2 3 4 5 تمام هتليم كلهم هكسجونال لو دي برضو انا كتبها لك فين كتبها لك في الشرح انهم كلهم هكسجونال شاب كتبها فين الباكي الكاربوناني تيوب اهي هكسجونال شاب فده السؤال اللي جاي على طول يعني السؤال هو جاي كده طبعا الكلام ده الناس اللي تذكر من الكتب الخارجية للأسف ده مش مذكور بس المعاصر جايب على سؤال انا كده 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 كتبها بالشرح يعني نجيب بس السؤال معلش ما شاء الله انها كله اهو What's the difference in bonding of carbon atom which each other in each of the pocket bowl and the carbon nanitude لسه ايلنا ان الكاربوناني تيوب بتبقى hexagonal bond to each other form انه ده ممكن تبقى pentagonal او hexagonال اللي بقى الاجابة عندك هتبقى number cam number c طعم احنا خلاص مش هنوعد نقرأ بقى كله انا قلتلك الاجابة وجبتلك الملخص ان الكبكي بقى ممكن تبقى pentagonal وممكن تبقى hexagon shape انما ده ممكن تبقى hexagon بس يعني ده ممكن تبقى شكل سداسي او خماسي ده ممكن تبقى شكل سداسي بس خوش على اللي بعده وان او the uses of three dimensional nanosubstants هما مين السري دايمينشن عشكي بتقولك لازم انت تحفظهم السري دايمينشن الموجودة عندك انت عندك الباكي بول لسه اي لنا والنانوشيل استخدماتهم ايه الباكي بول بنستخدمها ككارير بنقول عليها كارير لانه بيحط جواها الميديسن لان هي بتبقى فاضية من جواه تمام النانوشيل اللي بيستخدمها ان هم يعالجوا بيها الكنسر طب تعال نشوف انا لازم نبقى عارفينها تعال اقرى انا بيقول لك من استخدامات وانا نانوشيل هو بيقول لك من استخدامات الحاجات السري دايمينشن فان تدور على الحجم الاتنين دول حاجة لها علاقة بالادوية يم علاج الكنسر تعال نشوف وكاتب من فيها اول حاجة بيقول لك manufacturing of nanorobots لا target the infected cell with the proper medication ايوهي دي انت بتتكلم على العلاج والكلام ده يبقى هي دي الاجابة بتاعتي يبقى هي دي الاجابة خلاص حاجة معينة ده مرض معين وبتحط الدواء جوه 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 عشان توصل للمرض طيب بعد كده طالما بتكلم على جولد يبقى انها هدول على الحاجة فيها cancer لان احنا قلنا medicine والنانوشيل تعال بص معلم كده هدول هتلاقي بيتكلم على breast cancer يبقى الانسر عندك هتبقى breast cancer خلاص انها بقى بقيت الحاجات المكتوبة كلها ملاش علاقة بيه الجولد ولا النانوشيل ولا الباكي بول ولا الكلام ده كله طيب بعد كده طبعا الناس ده من الاسئلة اللي ما اعتقدش النوع عمرها تجي في اي شكل ولا في كويزز ولا في اي حاجة هو بس الموضوع موضوع تدريب مش اكتر لأنا بص حاجة من السؤال نفسه قده وقد صفحة كاملة الوحدية في صفحة كاملة هو جايب كلام وراغي كتير وفي الآخر جايب لك السؤال بيولك من الحاجات التي كتبتها كانت الافضل من الكبر وافضل من الايرون وافضل من الكبر في مجاله يعني افضل من الكبر في السيرمال وافضل من الايرون في القربون نانو تيوب ودي كانت المفاجأة انهما لما جابوا الكاربون حوالوها النانو تيوب اللي هي 2 دايمينشن اللي يعملوا منها السينجل والمالتي كاربون نانو تيوب لقوا فيها كل الروبيرتز دي اللي بنول عليها الونيك بروبيرتز يبقى انت تقدر تستبدل الكبر كجود كوندكتور اف الكتريس افضل من الكبر من الكاربون نانو تيوب يبقى دي الاجابة بتاعي تمام نيجي بعد كده جايب لك صورتين سولر سيل و سولر سيل اف نانو سيليكون طبعا احنا قولنا السولر سيل اللي هي بالنانو بيحط على طبعا السيليكون دي بتعمل بريفيند ليكتج اف هيت وبتخلي كم الانرجي اللي خارج ده طبعا اكتر والمدة اطول فدي نزيدها غير الحجم نفسه بص دي ستاند وحجمات جير دي ممكن تبقى سلايس صغيرة كده تقضي المصلحة ايه اللي تنترغلناهم في نفس وقت عانتشوب بقى او عايز من ايه جاي بقولك ايه ايه اكيد لا بقى بتاع دي غير دي خلاص طيب ماشي هبتاع نشوب وقال لك دول مش هيبقوا ايه اكيد فيه طبعا دي دي بتسخن اكتر من دي دي ما بتسخنش دي بتعمل بريفيند ليكتج اف هيت من غير ما تسخن ده دي بتعمل ليكتج اللي هيت بتصارب اللي هيت ما يعني ما بتخزنش كم كبير من اللي هيت وفي نفس الوقت يمكن تسخن فجاي بيقولك كده ان التمبريتشر بتاعد اللي هيت اقل من دي اكيد لا او عنا لسا قلين دي بالرغم ان هي بتخزن كم كبير من اللي هيت عشي تطلعها في شكل الالكترك بس ببتسخنش تمام ده دي اقل من دي دي برضو مش معاي اكبر من اللي بتخرج من دي اكيد برضو لقى يبقى دي مش هتنفع بقى الاجابة ايه The quantity of electricity generated from cell A اقل من اللي بتخرج من دي بقى الاجابة عندنا نمبر كام يبقى الاجابة عندنا نمبر دي ندخل بقى في الاسئي قويشن كده عنا خلصنا اسئلة الراديو اسئلة الستيديو ندخل في الاسئي قويشن اول سؤال عندنا بقولك There are five different physical quantities جايب لك ارقاب وبعدك جايب لك على اسئلة Use the scientific sense to determine the suitable units for H of the form من خلال اليونت هتقدر تعرفه وعايز منك ايه The mass of the small paper clip Mass يبقى انت بتتكلم في اليونت اللي هو الستاندر بتاعتك جرام يعني جرام كيلو جرام ميلي جرام اي ان كانت فانت طلما بتتكلم على mass دور بقى اليونت بتاع الماس ميتر كوبك تنفع اكيد لا جرام تنفع كيلو جرام ايه واحدة من الاتنين دول طب ال paper clip دي صغيرة ولا كبيرة اكيد دي حاجة صغيرة فطلما حاجة صغيرة يبقى انت هتختار مين يبقى انت هتختار 0.5 بقى الاجابة بتاعتك هنا 0.5 جرام طيب الي بعدها The lens مين الحاجات بتاع ال lens انت عندك انا خلاص خدت دي The lens عندك ميلي متر هي دي اللي هو حاجة اللي تنفع في ال lens بقى تجي تقول هنا ال lens بتاع ال paper clips يبقى 20 ميلي متر طيب بعد كده ال volume يعني اما كوبك سنتيمتر اما كوبك ميتر يا ليتر يا ميلي ليتر كل دي يونت لمين دي الفوليوم فهذا اخترته ميتر كوبك يعني هو مالوش ضعب الاركام هو المعضوع المعتمد على ال unit surface area انت عارف ان surface area دايما بتبقى اللي power tool لو انت بتتكلم على square ولو كان rectangular بيبقى يعني بيبقى دايما power tool ففين ال power tool اللي هو 600 600 سنتيمتر power tool بعد كي يقول لك برطمان مربع لأي ان كان حاجة كبيرة يعني يبقى كده 0.5 كيلو مجرد يبقى دي كده اليوم طبعا في اسئلة انا مش هحلها يعني هتدي لك الفكرة انت تكملها لان انا مش هنضيع الوقت و مش هتطور الفيديو عالفاضي فانتعال بص هنا السؤال ده فكرة السؤال حل لك واحدة او اثنين او ثلاثة يا عم مش مشكلة فكرة السؤال ان انت هتحول بنحول ازاي قلت لك كل اللي انا عايزه منه اعمل فراكشن اهو يعني نفس المسألة هتروح one point forty four five ميتر عايزة حولها الكيلو ميتر الميتر تروح مع الميتر يدي لك ايه one point forty four five ما فيش حاجة فوق الكيلو الاركام والحاجات اللي انا اديتهالك على جنب لازم ان سيادتك تحفظها ارجع للفيديو من الاول هتلكت ابتعلك كذا مرة من اول الفيديو فانت لازم ان تبقى عارف هتحسبها تعال اقول لك هتطلع معك بكام عشان تبقى عارف دي number cam دي 23 number one هتطلع معك one point forty four يعني دي هتطلع لفوق هتبقى كده one point forty four five multiply ten power negative three هتطلع معك كده اللي بعدها نفس الفكرة هتطلع لفراكشن two point forty one سنتيميتر عايز تحولها لايه لميتر الميتر تروح مع الميتر اتطلع معك مين two point forty one multiply ten power negative two دي الاجابة بتاعتك تمام؟ فحال اناخد بقى حاجة يكون فيها حاجتين الاخر واحدة دي اهي نعمل eight point forty three سنتيميتر عايز احولها المليميتر الميتر تروح مع الميتر يتفضل معايا مغاير اللون بس عشان يبان تمام؟ يبقى eight point forty three multiply الصنتيم باور نيجاتيف والملي باور نيجاتيف سري هتحسابها على الكالكوليتر شوف تتلع معك دي كان كمل انت الباقي بقى تمام؟ دي فكرة الاسئلة بتاعت التحولات وش عالبيجي اللي بعدها حلو جايب لك جراف من غير ما تقرأ الجراف ده direct ولا inverse constant انا لسه برضو مراجعهم من شوية بدأت لك لأشكال ارجع بالفيديو وشوفهم ده كده inverse يبقى مبدئيا كده انا عرفت ان الميلتنج باينت اهو من الجراف ان الميلتنج باينت وكتب لي هنا ميلتنج باينت وكتب لي هنا nano particle radius يبقى كده ال relation بينهم inverse يعني اصد ايه؟ ان كل ما ال radius بتقل كل ما الميلتنج باينت بتزيد يبقى relation inverse يبقى دي كده اول حاجة من غير مقرد عالة بنشوفه عايز منك ايه؟ يقول لك what the relation between the melting point of nanosubstance and their particles the radii ال relation ما احنا لسه قائلين خلاص يعني انت من الجراف قدرت تطلع لو عايزه يبقى تقول له ذا ان ال relation بينهم inverse proportional by increasing or by decreasing the nanoparticle radius or radii اللي بيحصل الميلتنج باينت انكريز الميلتنج باينت انكريز كل ما ال nanoparticle تقل كل ما الميلتنج باينت يعني بص كده خد اي رقمين هو انا ما اقول لك هنا بص دي 1 وهنا 10 بص دي الميلتنج باينت بتاعته كم؟ 200 طب بص دي الميلتنج باينت بتاعته كم؟ 1,100 فده معناه كل ما ال radii تقل كل ما الميلتنج باينت تزيد طب حلو which is higher melting point of silver particle in micro scale or nano scale مين اللي بقى عنده الميلتنج باينت اعلى ما احنا لسه قيلين كل ما ال particle بتقل كل ما الميلتنج باينت تزيد بقى معنا كده ان هو في حالة النانو سكيل عنده الميلتنج باينت اعلى لان احنا لسه قيلين ان الميلتنج باينت ما لها بتبقى inverse في inverse proportional مع الميلتنج باينت ده كده بالنسبة لل relation طيب يبقى انا ما جيه يقولي the opposite figure represents the two types of gold rings ring one are red ring two golden what is the scientific explanation of red color of the ring one هو بقولك اللي انت يعني كانوا بقولك هو ليه الاولاني ده red الاولاني red لان ال ratio between surface area and volume is very high عن الرنج الاولاني طب وده يستنتج منه ايه هو يقصد بها ان ده كده فين في النانو فده معناه ان unique properties هتحصل فهيبدأ يطلع لك color جديدة لان احنا عارفين ان الرنج هنا ايه ان الرنج هنا ايه ان الرنج هنا مفروض ايه ان الرنج 1 اذا هيعمل ايه بقى change the color of gold ring طيب ده كده number 25 احنا بقى number 26 system seeds are characterized by containing large amount of oil system ده هو السمسم في نسبة كبيرة من الاول equal approximately of the mass يعني تقريبا نص الماس بتاعته تحينا يعني التحينا بعد تاعته دي بعد ما تسمسم تحول لتحينا is blind producing from the solid substance which result from the fine grinding of rusted the system seeds and the oil that they yield from them in the light of our understanding unique properties of nano substance I illustrated the reasons of different taste of tahine from the taste of the system which of them هو انا جاي براغي كتير بيقولك ان كان عاك سمسم والسمسم ده لما تحناه عمل تحينا فجاي بيقولك ان طعم التحينا غير طعم السمسم هو لما جاي بيقولك ان فيه properties جديدة اظهرت يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان انت كسرته لما وصلتوا لي النانو يبقى ده اولا طالما وصل للنانو يبقى ده معناه ان ratio between surface area or volume increase فده نتج عنه ان اعمل لك ايه؟ produce unique properties اللي هو ايه؟ the taste of tahina التحينا اللي موجودة عندك ده كده بالنسبة لمن؟ بالنسبة للسؤال ده يبقى السؤال ده فكرته ان هو بيتكلم على ان ratio between surface area or volume زادت فلما ال ratio زادت بدأت تطلع لي ايه؟ unique properties اللي هي مين بقى اللي هو taste of tahina ايه؟ انا مش عافبت انت تحينا ايه ولا تحينا ايه؟ شو انت عايز ان تقولوا ايه؟ خلاص؟ the following table shows a three dimension of four ده زي السؤال اللي كان موجود في the choose طبعا انا مش عادة ضاع في الوقت اقول لك فكرته وانت سيادتك حلو فكرته اولا ال table كل متر يتحول كل نانو متر خلاص؟ وقلت لك بيجي c زي كده يعني هو مش هيجي لك choose عشان ده بياخد وقت فانت هتقعد برضه تعمل ايه؟ هتمسك كل رقم كل رقم منهم هتعمل له كل واحد عشان احول من متر لنانو متر بنعمل multiply 10 power 9 همسك كل رقم احوله النانو متر وبعد ما تحوله تبدأ بقى تشوفه not nano substance يبقى هتدور على واحدة ما عندهاش انا هقول لك الاجابات وانت بعد ما تحلو شوفه تطلع معاك نفس الاجابات ولا لا يعني مثلا الاجابات هتطلع W و Z و X دي كده W و دي Z و دي X فكرتها هتحول ال table كل هو عايز مين فيهم اللي مش هتبقى nano اكيد هتلاقي الى ثلاث ارقام دول بعد ما هتحولهم هيتطلعوا ارقام منهم اعلي من 1 واكتر من 100 ش هتلاقي في المص لانه هو بطلع ما قال nano ولا واحدة منهم في nano scale عايز one dimension هتلاقي عندك في Z ده هتلاقي واحدة من الثلاثة دول اقل من 100 و اكبر من 1 من 1 ل 100 X Gold nano يعني 3 dimension X ده هتلاقي الثلاثة دول في النانو يعني هتلاقي الثلاثة من 1 ل 100 دفكرت السؤال ده و ده هتلاقي في الوقت لس آخر سؤالين في اللي سن ده هتلادي هتلاقي الثلاثة هو أعمال بيقول لك ان ده اصنصير عادي ومش عارف بيستخدمه فيه وير معين في المستقبل هيبدله الواير ده بايه ايه اللي احنا ينفع نستخدمه الواير ده عنده قوة وعنده كل الامكانيات دي وفي نفس الوقت لايتر كربون نانوتيوب يبقى الجباب بتاعت الرغي ده كله كربون نانوتيوب لانهم يدى لك بيقول لك انها ماتش لايتر زان ستيل خاف من الستيل اعاس حاجة خاف من الواير بتاع الاسنصير اللي بيستخدمه يبقى كربون نانوتيوب الديامتر بتاعته سكس ساوزن نانو ميتر هاير ستاندرد دايمتر يعني انت بتكلم هو الكربون نانوتيوب دي بنقول عليها ان هي بتبقى عندها بس في النانو تمام يبقى هنا اللي ينفع نستخدمها اللي هي لايتر زان الستيل هي الكربون نانوتيوب اخر سؤال عندك جاي بيقول لك باكي بول كان بى يوزن دا لسه فاضل السؤالين لو عالش باكي بول كان بيوزن ستوريجين جاس يستخدم في فيول في بعض الأحيان كيف يكون الموضوع موضوع من باكيبول إليجابة لستوريجين هو بيقولك ليه الباكيبول بينفع استخدامها بكوز باكيبول كافيتي هاب هولو كافيتي تمام؟ هولو كافيتي يعني مجوعة فاضية بكوز باكيبول هاب ايه هاب منقول عليها هاز هولو كافيتي سواء بقى بتقدر تعمل ايه؟ تقدر تعمل ستوريجين لفيل اف هيدروجين فعشان هي منقوة فاضية تقدر تشيل زم هما بيستخدموها في فكرة ان هي تنقل الميدسين لان هي منقوة فاضية نفس الفكرة طيب the opposite شيب ده جايب لك نانو روبوتس دكتور مكدي يعقوب دريمز تو يوز ديز فيلد تو كاري اوت أوبريشن وزاوت سيري سجيست ميديكال امبورتنس فور نانو روبوتس يعني اقترح مرض معين بيستخدمو فيها نانو روبوتس بيستخدموها انهم يعملوا بها removing blood clotting ده استخدام النانو روبوتس تمام وبيعملوا بها حاجة اسمها dialysis بس الاسأل طبعا ان انت تكتب ايه removing blood clotting بكده انكم خلصنا unit 1 كلها يعني احنا الحمد لله كده خلصنا اسئلة خلصنا شرح شابتر 1 باسئلته وخلصنا كده شابتر 2 باسئلته اشوفكم على خير ان شاء الله في الاسئلة بتاعت الدرس الجديد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله